دكتور طبعاً لا نتكلم عن الحكومات فقد أسلنا أيدينا منهم فهذه الحكومات يعني دماء سوريا ودماء فلسطين ودماء أهل غزة لن تحركوا ينبغي أن يكون كل على ثغره بالإعلام و بالمظاهرات و بالمنشورات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين في ظل ما يحدث في غزة من محاولات تقدم للعدو اليهودي وما نراه من ثبات للمجاهدين فماذا يتوجب على أمة الإسلام تجاه أهل غزة وما الدروس والعبر التي يمكن أن يستفيد المسلمون من درس غزة لا سيما أهل الثورة والجهاد في سوريا يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالدكتور أحمد الرحيم المدرس والمحاضر في كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلم حياكم الله دكتور أهلا وسهلا لكم الجديد حياكم الله دكتور بداية نريد من كلمة ثناء شكر لأهلنا في غزة على ما يقدمونه وما يبدلونه من تضحية وجهاد وصبر على البلاء في وجه هذه الحملة اليهودية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة تعجز الكلمات والعبارات عن الثناء والشكر والتقدير لما يخوضه أهل فلسطين عامة وأهل غزة على وجه الخصوص في الصبر على المحن والبلاء وبما سطروا من أسمى آيات الجهاد والاستشهاد والصبر على هذه المعركة العظيمة وهذه الدماء الزكية الطاهرة التي تراق فمن هنا من إدلب الخضراء من إدلب الثورة من إدلب الجهاد يعني نوجه أسمى آيات التحية والإكبار والإجلال والتقدير لهؤلاء الأبطال المجاهدين الميامين رجالا وأطفالا وشيوخا ونساءا يعني أعادوا في الأمة روح العزة والكرامة والجهاد وأحيوا في الأمة جذوة الإيمان المنطفئة التي خبت هذه الجذوة خبت في الأمة فأحيوا في هذه الأمة من مشرقها إلى مغربها جذوة الإيمان الناصعة وأيضا أعادت للأمة حيويتها ومركزيتها بأن تنظر الأمة إلى فلسطين حبيبة إلى فلسطين الفلسطين التي هي قلب الأمة النابض إلى مسجد الأقصى هذا الرمز المقدس عند الأمة وعند المسلمين لذلك تعجز الحقيقة كلماتنا عن شكرهم وعن ثنائهم وعن الافتخار والاعتزاز بما صنعوه وما صطروه وما قدموه سبحان الله دكتور حتى نريد أن نبلغهم أن الصغيرة قبل الكبير هو معهم قلبا وقالبا حتى دكتور صباحا مررت من جانب أحد المدارس حتى يصرفون في الاستفاف الصباحي بالروح والدم نفديك يا غزة الحمد لله طبعا الحمد لله الأمة فتية الأمة يعني فيها روح الجهاد وروح الإيمان المتجدد والجرح الذي نزف في سوريا بسبب الاحتلال الروسي والإيراني والنصيري النظام البعث وكلما أهل سوريا وقف أهل الإسلام في بلاد العالم وأهل غزة أيضا ناصر أهل سوريا في محنتهم وثورتهم وجهادهم وكذلك اليوم ما نشاهده وما يحصل ويحل على أهل غزة وفلسطين كأنه يحل بنا فأطفالنا ونساؤنا ورجالنا القلوب الحقيقة متعلقة الآن وكلها ترنوا والعيون ترنوا إلى غزة الآن دكتور المسلمون نحن نتكلم خصوصا أننا ذقنا ما يذوقون الآن يعني يقول المثل لا يؤلم الجرح إلا من به الألم لذلك ونحن نتألم ونعلم ما حصل وعنينا القصف عنينا الحصار عنينا الألم علينا العذاب فنشعر بألامهم وأكثر من يشعر بألام أهل فلسطين وغزةهم أهل سوريا خصوصا البقعة هذه المحاصرة وهي في إدلب لذلك كما قالوا يعني الخبر ليس كالمعايد فالآن ما يعانيه أهل غزة ليس كالأخبار التي تنقل ولكن نحن نقول لأهل غزة نحن عانينا ما عانيتم ونقدر الجراحة التي تؤلمكم فجراحكم جراحنا والجرح واحد دكتور من هذا المنطلق منطلق معاناة أهل غزة من واجب دكتور عن المسلمين عامة تجاه أو تجاه أهل غزة دكتور طبعا لا نتكلم عن الحكومات فقط غسلنا أيدينا منهم نتكلم عن المسلمين نعم الواجب عظيم والمسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأمة بأكملها يعني الآن اليوم المسألة هي مسألة وجود أم عدم وجود لأهلنا في فلسطين اليوم المسألة هي مسألة تفوق التصور مذبحة تحصل على أرض فلسطين محرقة تدمير شامل لأهل فلسطين من قبل الصهاينة المغتصمين لذلك الأمة يجب أن تكون على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولية على كل فرد من أفرادها ثم تعظم المسؤولية على العلماء لأنهم هم الذين يديرون ويقودون ويحركون الشعوب كما قلت الآن الحكومات هي حكومات الكراسي والمناصب والحكم والسلطة فقط يعني لا يريدون إلا السلطة فهذه الحكومات يعني دماء سوريا ودماء فلسطين ودماء أهل غزة لن تحركهم على العكس كما نشاهد أن هذه تحولت إلى قمع للشعوب الثائرة التي تريد أن تناصر أهل غزة فاليوم الواجب الشريع على كل مسلمين أنه يبادر بأي شيء بالمال بالنفس بالدعاء قيام الليل بالبكاء بالتضامن خصوصا العلماء الهيئات المجامع الفقهية الهيئات العلمائية المجامع الاتحادات الإعلاميون الناشطون السياسيون ينبغي أن يكون كل على ثغره بالإعلام وبالمظاهرات وبالمنشورات وتحريض الناس على المظاهرات وتظاهر أمام السفارات وفي العواصم خصوصا عواصم الغربية وغيرها من أجل لأن عدد المسلمين عدد كبير ملياري مسلم هؤلاء يشكلون قوة ضغط كبيرة جدا سواء بمقاطعة المنتجات الدول الداعمة لهذا الكيان المغتصب المقاطعة الاقتصادية المحاربة الإعلامية المحاربة السياسية تحريك المجتمع الدولي تحريك الغرب تحريك الشرق بكل الوسائل يعني الآن ما نشاهده مثلا من مظاهرات من احتجاجات من إعادة المقاطع ونشرها المقاطع الفيديو التي تنشر كلها كان لها أثر عظيم بماذا؟ بالضغط بالضغط أولا برفع الروح المعنوية لأهلنا في فلسطين بالصبر والثبات الأمر الآخر بالضغط على الحكومات ثم على هذا الكيان المغتصب حتى يتراجع عن قتله للنساء والأطفال وقصره للمشافي دكتور بالانتقال لواقعنا في الشمال المحرر وما زالت معركتنا ضد نظام الأسد مستمبة دكتور برأيك دكتور ما أهم الدروس أو العبر المستفادة من تجربة طوفان الأخصى الحقيقة هذه المعركة ملاك الطوفان الأخصى يعني كما ذكر العسكريون والسياسيون وأنها سابقة يعني لم تحصل منذ تشرين منذ 1973 تقريبا وربما فاجأت الكيان منذ نشأته من 1948 لذلك هذه المعركة هي معركة فريدة في نوعها مخطط لها بشكل جيد هذه المعركة أذلت الكيان الصهيوني وبرغت أنوفهم بالتراب ويعني هذه المشاهد التي رآها العالم واستفاق العالم على إذلال هذه الدولة أو الأسطورة التي لا تقهر أو أن هذه الدولة لا يمكن أن أحد أن يصل إليها أو أن يخترقها أو أن يحاربها فمعركة طفان الأقصى الحقيقة يعني غيرت هذه المفاهيم وأحيت مفهوم جديد أن الأمة قوية أن الأمة قادرة أن شباب الأمة بإمكانياتهم قادرون على أن يصلوا إلى هذا الكيان الذي يتصدر أنه بالقبة الحديدية وقوة أجهزته الاستخباراتية وقوة جيوشه العسكرية وغيرها وأن الغرب كله يدعمه ما استطاعوا ما استطاعت هذه القوة أن تصد هؤلاء المجاهدين بقلة عددهم ولكن ولكن هذه المعركة كما قلت كانت هي صفعة قوية أذلت هذا الكيان وأذلت كبرياءه وأذلت الكبرياء الدول الغربية الذين يعني هذا الكيان هو الطفل المدلل لهم يعني وهي قاعدة استعمارية غربية تقوم في البلاد العربية أو في وسط في قلب البلاد العربية وفي الشرق الأوسط للاحتلال والسيطرة على هذه البلاد وعلى الشعوب لذلك ينبغي أن يكون هذا يعني الآن مشاعر المجاهدون أو عفوا مشاعر المجاهدين الآن في إدلب الآن تستلهم من هذه المعركة أننا نحن بإذن الله قادرون إن شاء الله يعني أن نخوض معارك كطوفان الأقصى وإن شاء الله وتعالى أفضل إن شاء الله من نطمح إلى معارك أقوى وأفضل وأوسع من معارك الطوفان الأقصى إن شاء الله وتعالى سيستفيق بإذن الله عز وجل السوريون والعالم على طوفان دمشق بإذن الله عز وجل فيخرج المجاهدون من كل حجم وصوب لإسقاط هذا النظام المجرم الذي يعني الحقيقة هذا النظام يعني لا يقل إجراما عن إجرام الصهاين وهم حلفاء وهم متعاونون وهم متحالفون على قتل السوريين وقتل الشعب السوري والشعب الفلسطيني الأعزل البريء وتشابه في قصف الأسواق والمستشفيات والمساجد وغيرها من المساجد برزاك الله خيرا بكتور وإياه فاصل قصير متابعين الكرام ونتابع معكم الإجابة عن الأسئلة الواردة على البرنامج بالعودة إليكم متابعين الكرام نتابع معكم الإجابة عن الأسئلة الفقهية مع الدكتور أحمد رحليم يقول السائل الدكتور كيف للموظف أن يشارك بواجب الجهاد والرباط وهو غير ملتزم مع فصيل عسكرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الجهاد اليوم فرض عين على كل مسلم ويجب على الموظف وغيره أن يجاهد في سبيل الله عز وجل بما استطاع بالنفس والمال وغيرها من الأمور وطبعا الجهاد مفتوح بمعنى أنه لا يوجد وقت للجهاد لا صيف ولا شتاء ممكن هذا الموظف أولا يجاهد بماله ثم يجاهد أو يرابط في أيام العطل هناك ربما مثلا عطل رسمية عطل تحصل في الوظيفة يخرج هذا أو يأخذ إجازة يأخذ إجازة ممكن يأخذ إجازة ويذهب إلى الرباط يعيش مع المجاهدين يعيش مع المرابطين يشعر بحالهم وهذا ينبغي أن يكون حال الأمة الحقيقة يعني حال الناس اليوم اللي يعيشون في المناطق المحررة يعني ينبغي أن يكون كلهم لهم نوبات رباط أو يذهب إلى الرباط يدعم يتحمل مسؤولية يعني يشعر في حمل مسؤولية الثقيلة الحقيقة لا يتحملها يعني شخص أو فصيل أو جماعة نعم يقول السالة الدكتور هل يصح أن يستخير شخص عن شخص آخر الاستخارة هي دعاء ووردت أن الإنسان يستخير لنفسه ويعني لا يصح الإنسان أن يستخير لآخر إلا من قبيل أنه يدعو له بمعنى أنه يقول لأللهم إن كان هذا الأمر فيه خير لأخي فيسره له وبارك له فيه وإن كان فيه شرا له فصرف عنه فهو يدعو له دعاء أما الاستخارة الواردة فهي للشخص نفسه أسؤال الثالث دكتور هل يجوز للمسلمين أن يتتبع الرخص في المذاهب والأقوال التي يرها سهلة على نفسه في أمور العبادة طبعا تتبع الرخص لا يصح ولا يجوز طبعا الآن هنا المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل الإنسان يعني ينبغي أن يكون ملتزم بالشريعة بالأحكام الظاهرة العامة التي اتفق أو التي أجمع عليها العلماء أو اجمعت عليها الأمة واتفق عليها العلماء ثم مثلا في المسائل يعني المسائل التي ذكرها العلماء أو المذاهب يلتزم مثلا بمذهب بلده يلتزم بمذهب بلده إلا لضرورة أو حاجة يعني ضمن فتوى معينة يقولها علماء البلد مثلا يخرجون عن مذهب لحاجة أو ضرورة لا حرج بذلك أما أن يكون المسلم ينظر ويتتبع الرخص بهذا الشكل فهذا لا يصح وهو فيه يعني فيه مسألة أنه ربما يوقع عبادته في يعني في شيء من الشبه والأصل هو أن يحتاط لعبادته السؤال الثالث دكتور هل يجوز للمرأة زيارة قبر أو قبر زوجها وابنها لا حرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم حض على زيارة القبور لأنها تذكر في الآخرة وأيضا سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تزور القبور وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقابر وفيعني أيضا بمعنى أنه إذا كانت السائلة تقول أنها حديث النهي حديث النهي نسخ للنساء ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم لنساء تزور القبور ولا حرج أن المرأة تزور قبر زوجها أو ابنها وتزور المقابر بشكل عام تتذكر الآخرة ولا حرج بتخصيص زيارة قبر معين السؤال الثالث دكتور متى يجب على الأبي أن يلبس ابنته الحجاب الشري يعني في أي عام يجب عن الوالد أن يجبر أو يعلم ابنته على أن تلبس الحجاب الشري طبعا التكليف هو بالبلوغ والمرأة تبلغ في الحيض طبعا قبل الحيض المرأة غير مكلفة لا المرأة والرجل لا بصلاة من غيرها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم الأبناء أو الأطفال على الصلاة وهم أبناء شبع من ماذا يكون الطفل يتدرب ويتعلم على الأحكام قبل أن تفرض عليه من أجل سهولة تطبيقها لذلك أيضا كما نعلم الابن الصلاة نعلمه الالتزام بالآذاء بالأخلاق بكذا والبنت أيضا الصغيرة أيضا ممكن قبل البلوغ بسنتين بثلاثة تعلم الحجاب تلبس الحجاب ولكن لا يعزم عليها بمعنى أنه ربما تلبسه شيئا تنزعه شيئا لا تلزم به بشكل كامل من أجل أن لا تمل منه وإنما هو المقصد أنها تلبسه استعدادا لوقت التكليف أما إذا تركناها نقول لا تلبسه إلى وقت التكليف إما أنها ستجد صعوبة شديدة أو سترفضها دكتور هل من مات بسبب القصف له حكم الشهيد؟ طبعا بشكل عام له حكم شهيد لوجهين أولا الشهادة مراتب الشهادة منازل مراتب وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه هذا سيد الشهداء الشهداء وغيره من الشهداء منازل يعني هناك طبعا منازل الشهداء تتفاوت حسب الصدق والإخلاص وغيرها هذه نقطة الأولى النقطة الثانية أفضل شهداء هو شهداء المعارك الذين يقتحمون ولا يتفتون وجوههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة هذه أيضا منازل عالية لا يصلها إلى الذين يثبتون في وجه العدو يعني لا ينسحبون ويقتلون على متقبلين غير متقبلين ثم تأتي مراتب أخرى ممكن إنسان يقتل في مكان يقتل متقهقر يقتل كذا يقتل يقتل وأيضا الذي يقتل في القصف ولو لم يكن يعني لا يحمله سلاحا هو شهيد بإذن الله عز وجل لوجين كما قلت الوجه الأول أنه شهيد معركة لأنها الآن الساحة واللي هي ساحة ملتهبة وكلها محكان حولها النظام المجرم إلى ساحة قصف ومعركة يقصف الأسواق والمساجد والمدارس فهو شهيد من هذا الوجه أنه يعيش على هذه الأرض والآن الأرض تقريبا غلبها تحولت المعركة لأن الطائرة لا تقصف فقط من التقريبات وإنما تقصف المنطقة بشكل كامل الأمر الآخر هو شهيد الوجه الثاني يعني الهدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الهدم فهو أيضا شهيد من هذا الوجه تزاك الله خيرا دكتور وبرك الله بك حياكم الله إلى هنا نصل معكم متابعين الكرام لنهاية هذا اللقاء شاكرين لكم حسن السماع والإنصاط ولا ننسى أيضا أن نشكر الدكتور أحمد رحيم على حضوره ومشاركته معنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة